شايف المشهد ما الذي حدث وما الذي سيحدث في الهلال بعدها النهاية بسم الله الرحمن الرحيم مشهد متكرر يعني كل موسم أو تقريبا فلسيوية الهلال يصل إلى مناطق متقدمة سواء كان نهاية أو دوار متقدمة وللأسف يخرج يعني ما أعتقد أنه راح يكون يعني فيه اختلاف عن البطلات الماضية وعن النسخ الماضية لكن هذه المرة يا وليد تشاهد أنه فيه أسباب واقعية أمامك يعني خلينا بابدأ فيها من قبل النهاية إصابة عبدالله الحافظ وتأثير على خط الدفاع بداية من أول مباراة الذهاب إصابة دواردو اللاعب المهم جدا في تشكيلة الهلال والمؤثر بشكل ملحوظ سواء في أرض الملعب أو حتى خرج الملعب عند الإدارة وعند اللاعبين وعند المدرب بأهمية هذا اللاعب السبب الثالث إصابة عمر خربين مهاجم الوحيد اللي مشارك في هذه الأسوية أو اللي تعمل عليه وهدى في هذه البطولة ورغم ذلك وليد بالمجمل 90 دقيقة الذهاب 90 دقيقة العودة تكتشف أن الهلال هو المميز في هذا النهاية هنا علامة الاستفاة ما راح تكون هل تبحث عن كبش فداء أو تبحث عن خلل في الإدارة بقدر ما تقولوا أنه لم يحالف التوفيق لأنه بواحد من الهجمات الضائعة اللي صارت في رياض كان بمكانها أن تنهي كل هذا الموضوع أو على لا صح في هذه المباراة للإياب اللي حاصرت اليوم إلى دقيقة 88 كان بمكانه لو سجل هدف بأنه ينهي هذا الموضوع كامل ولا تكون الهجمات مرتدوة فهذه هي كرة القدم يعني اللي أنا أبغى صلى لم توفق بقدر أنك ما تبحث عن سباب أخرى تقول هي اللي كانت السبب من يتكلم عن أنها مر نفسية لللاعبين طيب اللاعبين تغيروا يعني فيه نسخ كثيرة لاعبين في الهلال سواء محلين أو جانب تغيروا والتوفيق إلى الآن لم يحالف الفريق المدربين تغيروا والإدارات تغيرت ممكن نؤمن بأنه تأثير نفسي على اللاعبين لما يكون مشاركات متكررة نفس اللاعبين فتبلد الإحساس عندهم أو الانهزامية لا ففيه لعبين تغيروا يعني فيه لعبين غادروا وأحضر لعبين أجانب آخرون وفيه لعبين أجانب كانوا مميزين كأرقام فنية أو كانوا كأرقام حتى بمبالغ عقودهم كانت عالية أو شاركوا في هذه البطولة لم يتوفقوا أمثلة كثيرة في كرة القدم برازيل مع كوبا أمريكا ريال مدريد مع البطولة الأوروبية التي تأخر بفترة طويلة تحصل إيماني في كرة القدم أنها تحصل لن أبحث عن أي سبب آخر أحاول أن أرمي فيه ما حصل للهلال اليوم لأنه لابد أن تكون واقعي وتمس العاطفة لو كانت بعد المباراة راح أقول لك 50 مليون سبب لكن لما تهدى راح تكتشف أنه كل شيء يسور لعبي أخطاء فيه أخطاء حتى فريق أرى وكان عند المدربة ولاعبينا كان عندهم أخطاء ولكن متى ما لازمك التوفيق أوليد واحدة من الهجمات اللي ضاعت دخلت في الملعب أو من الهجمتين اللي كانت لأمر خربين في الذهاب اللي كانت واضحة إيمان بالباب توفق فيها والدليل أنه كان الحارس هو نجم المباراة في الذهاب فهذا أكبر ذلك اللاعبون أدى ما عليهم الفريق أدى ما عليهم المدرب استطاع أنه يسير الفريق برغم الظروف المؤثرة التي صارت فيه مثل ما ذكرنا دواردو خربين وأركز على الحافظ لأن الحافظ مع هاوساوي كان انسجام أكثر من جحفة مع هاوساوي فهذه هي الأسباب من وجهة نظر متواضعة وأعتقد أنه يحتاجون الهلالين يفرحون صحيح أنهم خسروا بطراء لكن يفرحون بأنه فريقهم لم يأيأس لم يتأثر بالعكس وكل سنة يحاول بوجود دارة فهمت كيف أنه تهدي الفريق تهدي كل ما عليها وتنتظر التوفيق من الله شكرا للمشاهدين المترجم للقناة